السلام عليكم إخواني إخواتي شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير اليوم بنتكلم عن الكبد وائد من المتابعين بوظاري تكلم عن الكبد الكبد وأنا ما أتكلم فيه ليش؟ لأنه يبي له تفصيل عميق لأن الكبد هو حياتك عشان شي يقولو لك يا بعد شبدي لأنه الشبد شي خط أحمر أنزين؟ راح نتكلم عن الكبد وراح نتكلم عن شلون تنشأ الأمراض بدايتها من وين؟ من وين بدايتها؟ من الكنترول اللي يخلي المرض يطلع وما يخليه يطلع؟ من الكنترول يخلي الجينات السرطانية تطلع ويخليها ما تطلع؟ الكبد وفيه شغلة لازم تعرفها عن الكبد فيه شي ينظف الكبد شوف من بره ينظف الكبد وفيه أشياء نعطيها حق الكبد وهو ينظف نفسه يعني النظف من بره وهو ينظف نفسه كبد أمية بالمية أوكي يا بعد شبدي؟ خليك لا تروح بيد خلنا تكلم عن بداية الأمراض اوه فلان مريض مادريش فيه فلان عنده مرض مزمن فلان فلان نقض من البداية كلينا شي الشي هذا اللي كلينا ما تتهضم ليش ما تتهضم؟ لأن حمض معدتك مو قوي نزل الأكل مو مهضوم ولا متكسر شون راح يتصير بالأمعاء؟ الأمعاء ما راح تمتصك ليش ما تمتصين يا أمعاء؟ هذا أكل لا ولا مو مكسر من حمض المعدة يتم الأكل يتخمر يتم الأكل يسبب بكتيريا وإذا سبب بكتيريا طبعا كل نواقلك العصبية تروح منها المرض الاكتئاب ومنها ترشع بالأمعاء الأبراض الجلدية كلها بعد ما تمتص الأمعاء الأكل من ياخذ؟ الكبد ياخذ الكبد إذا ما حصل فيتامينات معادة نعمات الدهنية راح توقف جرس الأندار راح يوقف مال الكبد وبعدها تنتشر الأمراض عندك هذه البداية نشأت كل مرض ترى يا جماعة نصيح اخذوها من أخوكم يبقى كل فيديوهات يقطوهم بس اخذه النصيحة الله يخليك أي شخص سواء بنت أو ولد لا تسوون دايت إلا تضبطون الكبد يكون الكبد تعبان يكون عليه سموم والدايت شون راح يسوي الدايت كل السموم راح تنزل على الكبد والكبد اوه مقادر يشيل نفسه وتنزله هذه السموم انت قاعد تذبح نفسك الله يخليك تنظم الكبد راح اقولك بالتفاصيل وشنو تاخذ وشنو ما تاخذ لمدة شهر شهرين بعدين تسوي دايت خلقلكم الأشياء المفيدة اللي تكفى والله العظيم الكبد يقول لكم الله يخليكم عطوني بنظف نفسي نظفوني سووا لي شيء وخصوصا الناس اللي تشرب الكحول انت ايش قاعد تسوي انت؟ والله العظيم لو تيب مجهر تشوف الكحول شنو قاعد تسوي بالكبد اقسم بالله العظيم انه ما يقرب حلجك والله العظيم اذا الاكل شوفش قاعد يسوي فما بالك انت اياي قاعد تطقي الكبد لان الكبد اي عياتك دير بالكم لحد يسوي دايت اللي ينص زين بوظاري فيه اشياء يعني علامات تقول ان الكبد مو مضبوط عندنا ايه فيه علامات بسيطة اول شغلة السبب الواضح الكبد الدهني ثاني شغلة انتبه عليها راح تشوف ريولك وايد تعرق وايد تعرق ولا وتطلع ريحة شنو معناتها؟ معناتها الكبد تعب ما قدر ينظف السموم كلها فقط الحمل كله وما قط لان هي ما اشتغلت فصار الدور على من وعلى الكلتين فالكلتين قاعد تتعب ليش؟ لان الكبد تعبان وايضا شنو عندنا عندنا النقط الحمرة تشوفونا ساعة بالصدر نقط حمرة مدورة يعني الكبد تعبان عندنا الصفار اللي تحت العين يعني الكبد تعبان وقيسة على وايد علامات بس انا عطيتكم اهم علامات ان الكبد ترى مو مضبوط اوكي؟ وايضا ناخذ علامات ثانية الكبد مرتبط بشنو؟ بالمرارة من اللقاء يصنع الصفرة يقطها بالمرارة الكبد اذا كان الكبد تعبان يعني ماكو صفرة اللي موجودة بالمرارة الصفرة ايه الصابون ماللمعة صابوا مو موجود شوف دايما امساك وعشان نعرف ان المرارة ايه تعبانة الجنب اليمين دايما يعورك الركبة الشتف الفك الجنب الجنب اليمين كله يعورك معناتها تشيك على المرارة وايضا شنو عندنا عندنا فيتاميندال ما يتكسر من غير المرارة مستحيل مستحيل يتكسر ودايما امساك هنا معناتها الكبد تعبان وخرب لك المرارة اوكي؟ وبالنسبة حق البنات شلون تعارفين الكبد مو مضبوط ركزي معي اذا صارت عندك خربطة هرمونات واذا صارت عندك خربطة هرمونات عندك المبايض راح يفرزون استروجين اليمين او يسار وثيناتهم راح تشوفين حبوب راح تطلع مدورة شي دي تلمع يمين يسار ولكن مو مشكلتنا هذي مشكلتنا ان الاستروجين العالي وين راح ينكب على الكبد الكبد اذا ما قدر يتخلص من الاستروجين العالي انت يني قاعد تذبحين الكبد لا قادر يصنع لك بروتينات ولا يقادر يحول لك الفاركتوز الجلكوز ولا قادر يطلع لك الكروسترول وايد اشياء انت وقفتيها على الكبد والسبة شنو الاستروجين العالي اوكي؟ وبالنسبة حق الرجال شلون تعرف استروجينك عالي اربطها انت اذا استروجين عالي معنات الكبد متضرر راح تلاحظ شعري تساقط عندك وايضا شنو راح تشوف تثدي وعوارب الحلمة او الحلمة تصير كبيرة الاستروجين العالي وايضا شنو تلاحظ ركز اهم نقطة مشاكل بالبرستاتة وبالجهاز التناسلي اذا خليت و صبرت والاستروجين العالي على الكبد ومشاكل بروستاتة يعني انا وايد اسف راح يحوشك مرض السرطان بالبرستاتة كل الناس اللي حاشهم مرض السرطان بالبرستاتة عندهم الاستروجين عالي سنة سنتين ثلاث وما يدري ما يدري ما يدري لما صار له هالمرض هذا تبهوا معاي وبالنسبة حق الرجال والنساء بس اكثرهم النساء عندش دوالي اخي مطبيعية وايد وايد الدودية العنكبوتية الكبيرة عندش مشكلة بالكبد ليش القلب يجز الدم بجهة واحدة حق الكبد تاخذ الدم ترد تطلع عبر الأوردة الدم اذا ما طلع بشكل قوي عبر الأوردة الصمامات اللي بالأوردة تخترب فيظل الدم متعلق كل حياتنا بالكبد يا جماعة وايد احنا نسمع حتى ديش جوجل راح تشوف نفسك الثوم الأسود يمنع السرطان الثوم العادي البصل ليش؟ يعني اذا كالعنام يقومون يحقون الخلايا لا عشان فيهم شيء اسمه كبريت شنو هذا الكبريت؟ هذا حبيب الكبد يا جماعة الكبد ما يشتغل من غير كبريت عندك مشاعر بالكبد؟ أول شيء تفكر فيه الكبريت الكبريت شنو يسوي؟ الكبريت يقوم يخلي الكبد اطلع شيء اسمه غلوتيثيون هي بنات اللي يأخذونها حق البشرة تقوم تطلع شي اسمه غلوتيثيون وغلوتيثيون هذا هو خط الدفاع اللي يمسك أي خلية سرطانية حقبثيون شي يسوي هو اللي يشيل لك المعادن يشيل لك السموم يشيل لك الكبد يشيل لك الدهون غلوتيثيون ولكن انا ما ناخذه ناخذ الشسمة الكبريت هو اللي صنعه عرفت شلون؟ تكفون راقزوا معايني بالجسم تطلع خلايا سررانية والجسم يلتهمها وتطلع وغيرها وماشي الحيال اطلعت خلية سرطانية ركز من يمسكها ثلاث شغلات اليود وفيتاميندال والقلوتوثيون طبعا هذو اليود وفيتاميندال لازم ناخذهم عشان يصنعون القلوتوثيون ضروري جدا القلوتوثيون شاف الجين طالع؟ آه تعال باشر آه تعال 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 من وين يطلع هذا؟ من الكبد اللي هو القلوتوثيون اللي ياخذون حق البشرة البنات من اللي يصنع القلوتوثيون شنو نعطي حق الكبد عشان تصنع القلوتوثيون الكبريت يا جماعة عشان شي تسمعون اخذ الثوم الاسود اخذ البصل يمنعك من امراض السرطان كلها ولكن اذا تاخذهم والكبد عندك تعبانة يعني ما منهم اي فايدة عرفتوا ليش ليش يقولون الثوم البصل والثوم البصل عشان يعطي حق الكبد كبريت لان فيهم كبريت والكبد يصنع القلوتوثيون عرفتوا الحين الخطة كلها زين بضاري انت توهتنا نحن ناخذ الكبريت ولا ناخذ قلوتوثيون ركز معي منه ياخذ القلوتوثيون شخص عنده امراض مناعية شخص عنده مشاكل بالكبد شخص يشرب 24 ساعة خمور شخص يدخن 24 ساعة انت 100% الكبد مضرر فلا حد شي اخذ قلوتوثيون ما نمطر يتصنع ما يشنو لا لا نبلحق عليك لا تموت ولكن الشخص العادي لا ياخذ قلوتوثيون راح ياخذ شي يحرك القلوتوثيون هو موجود في جسمك ولكن من كثر ما يطلع يتأكسد شنو الشي اللي حركه السلينيوم يا تاخذه تابلت مهم مهم جدا هذا مهم حق مناعتك حق عصابك حق الكبد اللي هو السلينيوم ما تبيح بيحبوب السلينيوم اكل مكسرات برازيلي فيهم سلينيوم اكل اللحم ولكن اللحم في شوية سلينيوم السلينيوم ناس ما ذكرنا شنو يسوي يحرك القلوتوثيون المتأكسد يرد ثاني مرة يصانعها ويخليه يشتغل من أول يديد واضح؟ شوفوا عشان لا تهون وايد خلنا نرجع من أول يديد شنو يحتاج الكبد يحتاج الكبريت ضروري جدا وفيه منتج اسمه MSM قوي فل كبريت وايضا نحتاج السلينيوم قلت لكم حق منه تاخذونا السلينيوم ونحتاج أيضا فيتامين دال ضروري جدا ونحتاج الزينك والنحاس هذول ضروريين جدا 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 ولكن إذا تأخذ هذول عندك مشكلة بالكبد السكريات توخر ليش؟ لأن السكر راح يصنع منه راح يصنع الكبد الفركتوز لازم يدش على منه على الكبد فلا تشغله أنت قاعد تضبط الكبد وخر عن الأمور الكربوهدرات العالية نفس الشي راح تحول سكر فوخر عن هذه الأمور ضبط الكبد وبعدين كيفك عاد هذه حياتك أوكي؟ هذا بشكل عام هذه الأشياء اللي تخلي الكبد ينظف نفسها تمنع منك الشوارد الحرة تشيل المعادن الثقيلة تشيل السموم تمسك الخلايا السرطانية عساس لا تنتشر بجسمك شنو ناخذ نبن ننظف الكبد الحين نبن نتكلم أشياء ناخذها ننظف الكبد نحافظ عليه الحين خلاص حطينا الفيتامينات المعادن قاعد ينظف نفسه شقال و100% لأنه عنده فوق الـ 500 وظيفة واحد أشياء عنده فعلازم ننظفها 100% شنو الأشياء اللي ناخذها من بره حق الكبد 100% عشان يشتغل صح؟ شاي القراس يا جماعة ضروري جدا جدا عندك مشكلة بالكبد؟ وما تاخد شاي القراس؟ لا أمسح الفيديو مالي وأيضا ناخذ شنو؟ شاي الهندباء الدندليون ضروري جدا وناخذ أيضا شنو؟ عشبة حليب الشوك الملك ذلستل ضروري جدا ناخذ هذول وناخذ أيضا شنو؟ ناخذ الشينكا بيادرة يعني لا تاخذهم كلهم اخذ المتوفر اخذ الموجود مرة مرتين باليوم عندك كبد 100% العلاجات اللي أنا تكلمت عنها هي شخص استخدم العلاجات سرعة بالتشافي في شخص تشافي مو مضبوط في شي واحد هو المسؤول عن سرعة الاستشفاء عن سرعة تقوية أعصاب بالكبد والجسم كله شنو هو؟ أنا منزل بوست من قبل فترة عندنا في تامين بي واحد يا جماعة الثيامين شلون تعرفين أن الثيامين مو عندك خالص من جسمك بسرعة تبتشين مدمعة أحد قالتش صدقين جنان القيمات سويته واحترقت احترقت شنو هذا؟ على أي شي تبتشين معناته عندك فتامين الثيامين نازل بجسمك شنو هذا الثيامين يفيد منه؟ يفيد شي عندنا شي اسمه أمقدالة ناخل عصبي الأمقدالة هادي تحتاج الفتامين بي واحد شنو الأشياء اللي تنزل الفتامين بي واحد؟ شرب الشاي وايد شرب القهوة الكربوهدرات السكريات اتفقنا؟ واشوفكم على خير وخلكم مع بضاري مع السلامة اشتركوا في القناة قم 있 شكرا